اشتركوا في القناة المرفق تاعه صار له ايش زي كأنه فلت من مكانه او صار فيه ألم والولد بطل يحرك ايده وصار الولد ايش يعيط كتير تمام او يبكي كتير طيب شو هذه هذه عبارة عن انه لما شدينا الولد المفصل اللي خاص بعظمة الكعبرة مع الذراعة طلع من مكانه الام على طول مواشرة تحمل الطفل وبتجيبه على عيادة العظام امره بسيط جدا بامكانك يا اختي انك تحلي المشكلة هذه عندك بسيط جدا انه انا باجي بامسك ايد ابني تمام الايد الايد على الايد والايد التانية تحت المرفق وبصير ايش حرك الساعد تاع ابني او ايده يمينا ويسارا وهذا بالنسبة للمرفق تسعين درجة على طول مباشرة ايدي التانية بتكون تحت الكوع بحس انه ايش العظم رجع الى وضعه الطبيعي او المفصل رجع الى وضعه الطبيعي والولد اللي كان ببكي وما كان الشي بدر يحرك كوعه خف عليه الالم وصارت الامور طبيعية من اكثر الاصابات شيوعا اللي هي التواء الكاحل شو التواء الكاحل الانسان بكون ماشي في الطريق رجله ايش بتخونه او بتلتوي منه تمام سواء التواء داخلي او خارجي طبعا الالتواء هذا يصنف الى ثلاث اصلاف اما التواء انسي او التواء وحشي او التواء عالي اللي هو جاي بين المفصل اللي بين العظمتين الصغرى والكبرى في القدم او في الساق طيب شو هو هو عبارة عن تمزق اربطة تمزق اربطة سواء الرباط الانسي او الرباط الوحشي او الرباط اللي هو اعلى مفصل القدم طيب ببساطة كيف يشخص طبعا بيجي للطبيب الطبيب ممكن يشخصه سريريا مئة في المئة من غير ما أنه يطلب أشعة وبعض الأحيان لو حامت الشوكوك أنه هناك كسر معه بطلب عليه أشعة بيقطع الشك باليقيم طيب الحل بعد ذلك الحل الأساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة لا ينفع أنه والله تخليها من غير جبيرة أو تعمل رباط ضاغط أو ما شابه ذلك وتاخد مسكنات وما شابها لا هذا الكلام كله غير صحيح لازم توضع القدم أو المفصل تاعد القدم في جبيرة لمدة أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بعدها بنفك الجبس والإنسان يشب ينطلق إلى الحياة قد يحتاج إلى علاج طبيعي أو قد لا يحتاج إلى علاج طبيعي وتمشي أموره تمام وعال لنفترض أنه والله استمر الألم معه أكثر من ذلك ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين مغنطيسي بعض الأحيان أو في بعض الأحيان بكون أنه هناك عنده قطع كامر في بعض الأربطة اللي تستلزم إجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط أو محاولة إصلاح هذا الرباط وجزاكم الله أنه خيراً شكراً للمشاهدة